انخفضت مبيعات السيارات الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة ثمانية بالمئة مقارنة بالعام الماضي على عكس التوقعات وذلك بسبب آثار جائحة كورونا وبحسب البيانات الصادرة عن وكالة فوكستوموف الأمريكية ليبحث سوق السيارات فإن مبيعات السيارات في السعودية كانت مقبلة على زيادة كبيرة في معدلاتها الأمر الذي ظهر بقوة في أداء السوق خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي وقفزت المبيعات بنسبة بلغت أربع واربعين وعشر النقطة المئوية على ساس سنوي إلى مائة ألف وسبعمائة وأربعين وثمانين سيارة ولكنها سجلت تراجعا على خلفية ظهور فايروس كورونا في شهر مارس وإبريل الماضيين وللحديث أكثر عن هذا الموضوع انضم إلينا عبر سكايب العضو المنتدب لشركة الحاج حسين علي رضا وشركاء المحدودة الأستاذ علي رضا أهلا بكستاذ علي أهلا وسهلا شكرا استطاف هيا كلها من جدة طبعا عبر القمار الصناعية أستاذ علي خلنا نتحدث في البداية عن تطور مبيعات السيارات الحديثة خلال عشر سنوات الماضية وأيضا انعكاسات تأثيرات جائحة كورونا في هذا العام تحديدا نعم حقيقة أن سوق السيارات بصفة عامة بيتأثر على الحاجتين اللي هي الحالة الاقتصادية بصفة عامة في الدولة والقوة الشرائية لدى المستهلك الحمد لله هذه كانت يعني منذ عشر سنين في تعافي في نمو ووصلنا لأعلى رقم في سوق السيارات في المملكة عام 2015 حوالي 830 ألف سيارة جديدة بيعت في المملكة ومن وقتها مع انخفاض سعر البترول وبعض العوامل الأخرى يعني صارت تتذبذب أسعار السيارات طبعا طلعت ولكن سوق السيارات نفسه تأثر بانخفاض سعر البترول والحالة الاقتصادية بصفة عامة فكانت على كل حال كانت ماشية كويس إلى أن وصلنا إلى جائحة الكورونا زي ما تفضلت هذه السنة بدين السنة في صعود لأن سوق السيارات كان في انخفاض ولو بسيط لكن من 2015 إلى 2017 كانت السوق تنخفض 2018 كانت أقل حجم في العشر سنين الماضية 2019 طلعت كانت أكثر من 2018 وكنا متوقعين هذا الصعود يستمر في 2020 لأن ما جات جائحة الكورونا ولكن أستاذ عبد النجيد خلينا نقول أنه إلى شهر سبتمبر سوق السيارات نزل حوالي 8% من 2019 في المملكة ولكن هذه أقل مما كنا نتوقع بسبب الجائحة والوقوف البيع خاصة في شهر إبريل وبعدين الارتفاع في القيمة المضافة يعني كنا متوقعين التأثير يكون أكثر من كده على سوق السيارات ولكن انخفاض فقط 8% بين أول 9 أشهر لهذه السنة والسنة الماضية هذا يدل حقيقة أن القوة الشرائية لا تزال موجودة في المملكة وخاصة مع المستهلك طيب سيد علي ما أن القوة الشرائية موجودة يعني أنتم أيضا تمثلون شركات عريقة وقديمة كموردين للسيارات بالإضافة إلى عدة شركات أخرى يعني ألم يحن الوقت بالنسبة لكم كشركات أن تكونون مصنعين أو مساهمين بشكل كبير في تصنيع مثل هذه السيارات إذا ما أخذنا في الاعتبار أن السوق السعودي لديه قوة شرائية كبيرة بالنسبة وأيضا مهم بالنسبة للشركات العالمية نعم أكيد الشركات العالمية بصفة عامة تضع سوق السيارات في أي دولة على رادارها زي ما تقول عندما تصل هذه السوق إلى حوالي مليون سيارة في السنة ولكن في تصنيع سيارات في دول أقل أسواقها أقل من مليون سيارة ولكن هذه الدول عددا تضع إجراءات لحماية سوقها من المنافسة الدولية فبهذه الحالة يعني أنا ما أعتقد أن المملكة هدفها أن تغلق أسواقها لسيارات منافسة من الخارج عشان تنشئ صناعة محلية فهذا كويس يعني هذه السياسة المملكة أننا نحن سوق مفتوحة ومنافسة وكله لكن بالنسبة لنا كمان الشركات الصانعة عملت في الماضي عدة دراسات لإنشاء مصانع في المملكة وآخر دراسة عملتها كانت شركة لاندروفر درست إنشاء مصنع في مدينة الملكة عبدالله اقتصادية ولكن في عام 2015 وهو كان يعني وقتها في عام 2015 كان أعلى سوق للمملكة 800 ألف سيارة لكن قررت أن المعطيات ما كانت موجودة أو متكاملة لإنشاء مصنع في المملكة لسه في حاجات يعني نحن لازم نحضرها قبل ما نقفز إلى صناعة سيارات من استيراد كامل للسيارات يعني البنية التحتية لازم نحسنها لإنشاء مصنع إذا أنت لما تعمل مصنع سيارات وتصنع سيارات كيف رح تنقلهم مش معقول كل السيارات هذه تحطها على شاحنات وتنقل هذه للتوزيع يعني مصانع كبرى في دول أخرى على سبيل المثال تلاقي خطوط سكك حديد داخلها على المصنع حتى تنقل سيارات حاجات زي كده بعدين نحن عندنا تجميع للسيارات أو الشاحنات بالأحرى أكبر ثلاثة شركات شاحنات في المملكة اللي هي يمان ومرسيدس وفولفو عندهم تصنيع أو تجميع محلي في المملكة فنحن ممكن نجمع ولكن لازم ننشئ صناعة قطع للسيارات عشان ما نقدر نسميها صناعة إذا بس توردنا قطع وجمعناها هنا وهذه ممكن بأي بلد تحصل وزي ما قلت لك تحصل بالشاحنات عندنا وغير الشاحنات الثقيلة ذكرتها في أسوز وكمان أنشأة مصنع في الشرقية ولكن علينا باعتقادي أن نركز على إنشاء مصانع لقطع غير السيارات هذه وبعدها ننشأ مصانع للسيارات نفسها تالي خطوة خطوة إن شاء الله يكون التصنيع حاضر في المملكة من جدة عبر الأقمار الصناعية العضو المنتدى لشركة الحاج حسين علي رضا وشركاء المحدودة الأستاذ علي رضا شكرا لك